اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين النهاردة الحقيقة الخبر محزن وسيء للغاية لدولة عربية بتتعرض لحملة كبيرة من العنف ومشاكل والموت في الشوارع طبعا قبل ما نخش في الموضوع هو التوقعات لالة عبداللطيف والتوقعات دي تحققت عارف لما يكون عندك احساس تقول ان احساسي ما بيخيبش هو احساس لالة عبداللطيف كده ما بيخيبش التوقعات اللي انا هقولها لكم حصلت بالتفصيل النهاردة بدولة عربية وعزائي طبعا لكل اهل الشهداء والضحايا وايضا المصابين يخافوا موضوع مش سهل ونتيجة الموضوع اللي حصلت النهاردة مش نتيجة حلوة وفي توقعات بان الموضوع مش هيسكت على كده تعالوا معنا نشوف ايه الموضوع بس قبل ما نبدأ بفكركم سريعا تعملوا اشتراك في القناة تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس التوقع اللي قالته لالة عبداللطيف انا هقول التوقعات الاول وبعد كده نتكلم عن الخبر كانت ايلة في توقعاتها الدولة هتكلم عنها يا لبنان الحقيقة والتوقع كان ايدي هاجس الخوف والقلق من وقوع حدث كبير قد يكون فيه عملية اختيار او تفجير في عمل امني خطير هذا الهاجس لا يفرقني ابدا وهنا لا املك ان اقول الله يحمي الوطن وشعبه من كل المؤامرات والمقاسي وهنا بقصد لبنان وده حصل بالفعل النهاردة سمعنا عن ان فيه متظاهرين من المحاميين وغيرهم كانوا رفضين اللي ماسك قضية مرفق بيروت فادي البيتار القاضي رفضين قراراته وحاسين ان هو مسيس وما فيش نزاهة عنده في القضاء ده كلامهم هو وفجأة وهم في وسط المظاهرة السلمية بتاعتهم ناس طلعت من على السطوح والشوارع معاهم كان فيه قناصين وكمان فيه ناس معاهم اسلحة ايرة زي الار بي جي وكانوا بيضربوا في الناس وقدى ده لمقتل ستة وايضا اصابة من ستين من تلاتين لستين واحد في المستشفيات الوضع صعب جدا في لبنان والضرب كان النهاردة جديد جدا والدليل على كده ان فيه داكاترة كانوا بيقولوا ان من دمن الشهداء اللي ماتوا كانوا مضربين رصاصة في الراس ورصاصة في القلب ومعروف طبعا اللي بيعمل كده هو القناص ده مش درب عشوائي ده ضرب قناصة كان من منظر صعب وحاجة لا يعلم بها الا ربنا وده اللي حصل النهاردة عملية اختيال في الشارع عملية اختيال في الشارع ده قناصين جايين يقتلوا مش مجرد ضربة عشوائي وفيه تقارير تانية بتقول ان الناس اللي كانت موجودة في المظاهرات تابع حزب الله وحركة امل هما دول اللي كانوا وقفين كان معهم سلاح محدش عارف وفي نفس الوقت حزب الله وحركة امل بيتهموا حزب القوات اللبنانية في ان هما اللي ضربوهم في الشارع وكمان بيقولوا ان ده كله عشان مش عايزين الناس او الحقيقة تتكشف في موضوع تفجير مرفق بيروت هكامل لكم التوقعات هي كتايلة فعلا ده هيحصل شايفة ضرب وشايفة عملية اختيال او عمل امني خطير وايه كمان من التوقعات اللي قالتها خاصة بهذا الموضوع قالت ان الاغلاق العام او الاقفال سيتول المناطق اللبنانية مرة جديدة وصنار المزيد من الاجراءات المشددة خلال هذا الاقفال ليه وازاي ما تعرفش وده حصل النهاردة في المكان اللي حصل في الحادثة او المشاكل اه افلوا خالص الطرق وقفلوا المنطقة كلها ونبهوا محدش يمشي وكل الناس تخش في البيوت بتاعتها ومحدش يطلع من بيوته والدنيا متقفلها هناك علشان التحقيق واجراءات الامن وكمان برضو من دمن التوقعات اللي قالتها اه وحصلت برضو النهاردة اه حياة توقعاتها حصلت كلها النهاردة للبنان قالت اه مدرية التوجيه في الجيش اللبناني بتصدر تحذير للبنانيين بسبب احداث عامة وده برضو مرتبط بالاخفال ان الجيش اللبناني اصدر هو اللي اصدر فعلا ان الناس كلها تطلع والدبابات دلوقتي موجودة في الشوارع وعملين تنبيه ان لو شافوا اي حد مسلح او بيدرب نار هيتم تصفيته بالحال ده قرار يعني خلاص وما امطلعين القرار ده اي حد مسلح او هيدرب نار ماشي في الشارع او لقوه في السطوح او في البيوت هيتم ضربه بالنار فدي التوقعات فعلا حصلت النهاردة زي ما انتم شايفين توقعات للا عبداللطيف احساسها ما بيخيبش فعلا احداث صعبة جدا بتشوفها لبنان ده غير الموقف اللي هم فيه والقرف اللي هم فيه من مفيش كهرباء مفيش وقود اه الحالة صعبة الدولار عمال بيعلى والليرة عمالة بتنزل الاحوال عندهم صعبة جدا جدا ده غير التواقف والاحزاب وحاجة يعني اللي يعلم بيه الله ربنا عشان برضو الناس ما تتهمنيش ان انا منحزل جهة ضد جهة انا هجبلكم الخبر زي ما هو كان نازل على موقع اسمه الوطن اه زاكر الموضوع بالتفصيل ختل ستة اشخاص واصيب ستين بجروح على الاقل جراء اطلاق رصاص اثناء تظاهرة لمناصر حزب الله وحركة امل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفق بيروت في تصعيد ينزر بادخال البلد في ازمة جديدة لان الموضوع ده ممكن يقلب على حرب اهلية وتعرض القادي طارق البيتار خلال ايام الاخيرة لحمل الضغوط قاضها حزب الله اعتراضا على استدعاء وزراء صابقين وامنيين لاستجوابهم في اطار التحقيقات التي يتوليها تخللها مطالبات بتنحيته وتحولت مستديرة الطيونة على بعد عشرات الامطار من قصر العدل حيث مكتب بيطار الى ساحة حرب شهدت اطلاق رصاص كثيف وقزائف سقيلة وانتشار قناصة على اسطح الابناء كانها حرب رغم تواجد وحدات الجيش وتنفذها انتشارا سريعا في المنطقة وبدأ اطلاق النار بشكل مفاجئ خلال تجمع عشرات المتظاهرين من مناصر حزب الله وحركة امل امام قصر العدل واعلنت الوكالة الوطنية الرسمية سقوط ستة قتلة كما اعلن الصليب الاحمر اللبناني عن ادصابة ستين اخرين بجروح توزعوا على مستشفات عدة في المنطقة وقالت مدرية التوارئ في مستشفة السواحل في الضحية الجنوبية لبيروت مريم حسن ان لدينا قتيل اصيب بطلق ناري في الرأس واخر في القلب كما استقبل المستشفى اتنشر جريح على الاقل وبثت وسائل اعلام محلية مباشرة على الهواء مشاهد ظهر فيها مسلحون يطلقون النار في الشوارع واطلق رصاص من قناصة في ابنية مهجورة واعلن الجيش اللبناني انه خلال توجه المحتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة بادروا وقد سارع الجيش بادروا مع زيرتان وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احياءها احياءها ولم يحدد الجيش هوية الاطراف التي بدأت اطلاق الرصاص غد الوقت ما قالوش هما تابع عنهجه ونشد الجيش المدنيين خلال اخلاء الشوارع كما بدأ الجيش حاليا في منع المسلحين من دخول العاصمة بيروت واتهم حزب الله وحركة امل في بيان مشترك مجموعات مسلحة ومنظمة بالاعتداء على مناصرهم خلال توجههم من مشاركة في تجمع امام قصر العدل وافضل حزبان في انهم عند وصولهم لمنطقة الطيونة تعرضوا لاطلاق نار مباشر من قبل قنصين وتابعوا اطلاق نار مكسف واعتبروا ان الاعتداء يهدف الى جر البلد لفتنة بينما اثبتت وسائل الاعلام ان عناصر الحركتين كان معهم سلاح ويقود حزب الله وحليفته حركة امل الموقف الرافض لعمل بيطار ويتهمونه بالاستنسابية والتسيس ودع رئيس الحكومة نجيب مقاطي الى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة واجرت اصلاة عدة مع الجيش ومسؤولين بينهم زعيم حركة امل رئيس مجلس النواب نبيه بري ويخشى كثيرون ان تؤدي الضغوط الى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي تم تنحيته في فبراير بعد ادعاؤه على مسؤولين سياسيين فالدنيا هناك كلها بيتكلموا على موضوع مرفق بيروت ومين اللي فجروا ومحدش عارف مين اللي ضرب الناس دي في المكان ده بس حركة امل وحزب الله بيقولوا لا هم معروفين وبالاسماء كمان وياريت الحكومة تعمل شغلها ويقبضوا على الناس اللي عملت كده وفي موقع تاني اسمه سبوتنيك بالروسي ده موقع بالعربي طبع روسيا كانوا بيقولوا ان اللي عمل كده فيهم من حزب الكوات اللبنانية اسمه كده حزب الكوات اللبنانية ده الكلام ده كان منشور في سبوتنيك موقع اسمه سبوتنيك وفي نفس الوقت ما حدش عارف مين اللي ضرب ومين اللي الضرب عليه والناس لسه الغد دلوقتي ما فيش اي تقارير طلعت والجيش لسه ما اعلنش الضرب فيه ناس مصورة ان حزب الله وحركة امل كانوا نازلين معهم سلاح وفيه ناس تقول لأ ده كان فيه ناس جاية تضربهم وقصدنهم وعمتا لللي بيسأل وعزي يعرف امتى هيظهر الحق في موضوع مرفق بيروت الحالة اللي عبداللطيف قالت راح تنكشف حقيقة من فجر مرفق بيروت وحقوقهم هترجع وقلبهم هيشفى لكن انا ما عرفش مين اللي فجر الحقيقة ولكن هقول حاجة ان العدو الاسرائيلي لا يريد ان لبنان ترتاح او تزدهر خدوا بالكم وياريت ما تقعوش في نفس الغلطة اللي وقعتوا فيها سنة 75 وتقعوا في حرب اهلية وتبقى سنة سوخة زي ما بيقولوا يعني سنة سودة ياريت تهدوا كده الناس تهدى شوية وانا عارفة ان الموضوع مش سهل صعب جدا ده ناس ماتت وتقتلت عن طريق قناصة فربنا يستر ان شاء الله ما نقعش في حرب اهلية وساعتها تبقى دي الدربة زي نقول القشرة التي قسمت ظهر البعير خلاص بقى هنلاقي البلد تدهولت ان شاء الله ربنا يستر على لبنان وكل الدول العربية اعذروني على بساطتي انا واحدة عادية بتتكلم ببساطة شوية بس انا متضايقة جدا على اللي بيحصل في لبنان وعلى الحال اللي وصلت له لبنان دي مش لبنان اللي كنا نعرفها من حوالي 10 سنين او 6 سنين من قريب كانت الدنيا حلوة ومناظر جميلة وربنا يعني انعم على لبنان بالجبال والطبيعة اللي ما اشوفتنهاش في دولة عربية الحقيقة في دول تانية فيها طبيعة جميلة جدا ولكن لبنان شبه الدول الاوروبية في الطبيعة بتاعتها ربنا يستر طبعا عليهم ونتمنى لهم السلام والخير ويعني ربنا يعزيكم في مصابكم وان شاء الله المواضيع ياريت ما تتجرش لفتنة والمواضيع تتحل ويبقى في ضمير شوية في التحقيق علشان الناس دي حقها تتاخد شكرا لحضراتكم وزي ما انتم شايفين توقعات ليل عبداللطيف تحققت بالفعل بهذا الشكل اتمنى طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة فعلوا الجرس وتابعونا في كل جديد على قناة مساء الاخبار واشوفكم بخير باذن الله